الله يحببكم موته أنا ماجد في صالات مطارات العالم يكون نصيب اليمني هو المعاناة دائما إما ملقا في الساحات أو على كراسي الانتظار الطويل أو موقوفا بلا سبب سوى أنه يحمل الجواز اليمني مؤيد عثمان الحميري المريض الذي اضطر للعبور من الأردن كما حطت الترانزيت في طريق إلى الهند لم يكن يعرف أن هذا الترانزيت سيكون باتجاه الموت لا باتجاه الحياة بحسب رواية أقارب الضحية فقد أخذ الأمن الأردني من الضحية ومرافقه الأدوية التي تطلبها وضعه الصحي المتدهور ورموها في سلة القمامة القريب أيضا حمل الأمن الأردني مسؤولية وفاة مؤيد عدم التعامل معه بطريقة إنسانية تقديرا لوضعه الصحي الصعب ترك مؤيد بلا تأييد ورمي به ساعات طويلة على أرضية المطار وقالت الأنباء أن البرد كان أحد أسباب وفاته السفارة اليمنية في عمان نشرت توضيحا للحادثة شكرت في تعاون الأمن الأردني مع الضحية وقدمت رواية مختلفة عما ذكره أهالي الطحية الإهمال والتعامل المتعجرف مع المسافرين اليمنيين في المطارات ليس بالأمر الجديد أو المستغرب فمعظم المطارات مر منها وجع يمني أو أهين فيها مواطن عالق ناهيك عن مطارات دول الجوار التي لا يسمح فيها لليمني أن يتخذها محطة تعبور فضلا عن أن يدخلها موقف الخارجية الذي وصفه ناشطون بالمتخاذل لم يكن بالمستوى المطلوب في هذه الواقعة ولا فيما سواها من قصص اليمنيين المختلفة خصوصا والبلد في حالة حرب تتطلب منهم التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لتسهيل سفر المواطنين المرضى والطلاب وأصحاب الأعمال أو توفير مطارات بديلة أو عمل أي حل يحفظ لليمني كرامته في الخارج أما تعامل الخطوط اليمنية واستغلالها للناس في هذا الظرف الصعب فقصة عصية على الفهم والتفسير على مرء ومسمع من الحكومة اليوم مؤيد وغدا يمني آخر وحتى لو لم يموتوا في قارعة المطار فهم يسلبون كرامتهم وآدميتهم دون ذنب غير أنهم مكشوفوا الظهر أنا اليمني يا وجع اليماني إلى من المشتكى وإلى أين اللجوء وإلى متى ستستمر معاناة موجعة يمكن أن تحل بقليل من الالتفات الجاد من قبل من يحملون الجوازات دبلوماسية ولا يتعرضون لما يتعرض له المواطن العادي